اشتركوا في القناة لانه كثير عم نسمع من الناس يا جماعة ابني مراهق ابني في مراحلة مراهقة بنتي صارت مراهقة شو اعمل كيف اتعامل معها ابدى بهالنقطتين الاولانية تل اولى ببارك وبهني كل اب وكل ام عنده طفل مراهق او طفلة مراهقة كل التهنئة لانه من اجمل المراحل العمرية لابنائنا لما يبدو بمرحلة المراهقة ومش صحيح ابدا بعض الاهل اللي عم او مجموعة كبيرة من الاهل اللي عم بيحكوا انه فترة المراهقة فترة مزعجة هنحكي ليش هي مش مزبوطة الامر الثاني قاعدة كثير اساسية ما في اشي اسمه مراهق مرهق في مراهق مرهق الموضوع مش كسرة الموضوع فتحة هم مرهقون لاجل النمو الجديد اللي عم بيمرهم فيه سواء كان نمو جسد جديد وهذا عم بيقلقهم وانا بحكي مع اخواني وخواتي وبوضوحه بصراحة واغلب اللي بتابعونا هم بتابعوا فقرة تربوية حتى يستفيدوا فبصراحة فيه تغير جسدي واضح عندهم البنت بيبدأ شكل جسمها الصدر الاعضاء الى اخرية تختلف نفس الشي عند الشاب بيبدأ الاعضاء التناسلية تختلف نمو الشعر هذا شيء يقلقهم وفيه دراسة صغيرة انه اغلب الاباء والامهات في الاردن بل في الوطن العربي لا يفسرون لابنائهم هذا التغير اللي عم بيصير باجسامهم وبالمقابل فيه خجل يسألوا الاب والام خاصة عند الذكور اكثر من الاناث فهذا التغير بيصير مقلق لهذا المراهق او لتلك المراهقة هذا تغير جسدي تغير اجتماعي بيكون واضح عندهم بتمثل بانه انا مين انا ايش حم بمثل للاخرين انا ايش حجمي ايش مسئوليتي لانه انا بطل الطفل او لساتني طفل انا ايش اجتماعيا هذا يقلقهم قلق اخر موضوع الذكاء الانفعالي او النمو العاطفي الانفعالي فمثلا بيكون عمره 7 سنين 8 سنين بلعب مع بنت عمه بضربها بتضربه بتحركه بلعبه بس هلا لما صار عمري 10 و11 و12 انا عم بشعر شعور غريب اتجاهها نفس الشي البنت عم بشعر شعور غريب اتجاهه هذا اللي هو الميل العاطفي للجنس الاخر هذا يقلقهم اذا ما فسر والبعد الاخير اللي هو البعد العقلي بيكون عندهم نمو في قدرتهم على التفكير احنا بنسميه التفكير التجريدي بيصير يركب ويحلل ويستنتج ويسأل وياخد قرار فمثلا مشهد صغير لما كان عمره 7 و 8 وانت وزوجك او انت وزوجتك تتهاوشوا مع بعض في البيت وتمر بسلام يعني ما كثير ينتبه يخاف يحس بيخوف لكن تاني يوم الامور هادية تمشي الامور لكن لما يبدأ المراهقة بيبدأ يسأل حاله يفكر تفكير اكثر نضجا اكثر وضوحا ليش اختلفوا طيب ايش ممكن يسير فيه اذا انفصلوا طيب ايش الطلاق طيب ايش بيدي يسير فيه بيصير يفكر اكثر من مستقبله فهذا اللي هو جسديا اجتماعيا انفعاليا ذهنيا هذا النمول الجديد الراقي بيسبب له نوع من القلق اذا ووجه هذا القلق بعدم تفهم بضغط بانتقاد بلوم بعنف من الاهل نفقد المراهق المراهق بحاجة لاشياء اخرى مختلفة عن الوسائل اللي احنا عم نتعامل معه فيها هنحكي عن بعضها بشكل اساسي لكن برضو حبيب بالمقدمة نتعرف على لانه هذا السؤال كثير عم بتكرر امتى ابني بيصير مراهق امتى بنتي بتبدأ مراهقة وامتى بتخلص على فكرة المراهقة هي اصغر واقصر المراحل العمرية اللي بمر فيها الانسان تبدأ بعمر عشر سنوات وبتنتهي بالبلوغ ليس صحيحا حقيقة يعني رأي بعض العلماء وانا بأيض هذا الرأي على الاقل عنا في الوطن العربي ما شاهدنا ليس صحيحا بان المراهقة بتبدأ من عمر عشر سنوات وبتمتد لحتى منطعش وبعض العلماء بيمدوها لواحد وعشرين مش صحيح وعفكرة طمنوا مش صحيح ما يسمى بالمراهقة المتأخرة ما في مراهقة بعد الاربعين هذا مصطلح شعبي ونكته ومثل شعبي لكن ما في مراهقة متأخرة فالزوجات طمنوا زوجك معاك بعد الاربعين إلا إذا انت قصرتي معاك على كل حال هي بتبدأ بعشر سنوات ليش عشر سنوات؟ لأن الاختلافات الأربعة اللي حكينا عنها بتظهر بوضوح خاصة الجسدي منها الجسم هرمونيا بيبدأ يحضر حاله للبلوغ الدورة الشهرية عند الأنثى وخروج السائل منوي عند الذكر بالبلوغ فهي السنتين ثلاثة هي سنوات تحضير وكلمة مراهقة باللغة العربية هي المناهزة أو الاقتراب من مرحلة البلوغ فهي تنتهي يعني إحنا نحي عن ثلاث أربع سنوات لأنه أغلب بناتنا وشبابنا ببلغوا بسنة 13-14 طيب لما يكون بسنة 13-14 ويبلغ شو بيصير؟ بنسمي مرحلته مرحلة الرشد بيبدأ في مرحلة الرشد اللي بتراكم فيها خبرات مش صحيح أبدا أبدا ما ذهب إلى بعض المنظرين بصراحة الأمريكان من موضوع أنه هاي الفترة فترة قلق فترة مزعجة فترة خطيرة بالأردني فترة زعرانة أبدا أبدا مش صحيح الصحيح أنه إذا إحنا اعتبرنا هاي الفترة هيك إحنا كعالم كبار كأباء أمهات ومعلمين ابني حيطبع بما أقول له أنت عفوا برضو مرة تانية بس بحكي بالعماني أزعر ومش أزعر وصعب وأزعشتني ومزعج ومراهق مشان الله هذا الكلام كله سيعكسه بسلوكه لكن لما نعتبر فترة المراهقة فترة قدرة فترة مسئولية فترة نضج فترة تعرف فترة انطلاق وأحكي معا بهاي اللغة عندها أو حينها رح يكون المراهقة مراهقة آمنة مراهقة إيجابية مراهقة سليمة الدليل مش كلام الدليل جميع العصور السابقة من الفراعن للإغريق لليونان للرومان لغيرهم للفرس ألاف السنين من البشر كان الإبن لما يوصل لعمر 12-13 سنة يعتبر مسئول ومكلف وهناك نعمل الانفصال ببيته وجدتي وجداتكم كانوا يتزوجوا بأعمال مبكرة على 15-16-17 يكونوا قدرين يفتحوا بيت فالموضوع مش موضوع حقيقة انه فترة صعبة بالعكس فترة سهلة لكن احنا نتعامل معها على أنهم مرهقون مش مرهقون هذا فرق أساسي بدأي أجي على موضوعات أساسية جدا الموضوع الأول اللي هو ما الذي يكرهه المراهق ابني مراهق بنتي مراهقة ايش الأشياء اللي ما بيحبها ايش الأشياء بالتالي اللي اذا أنا عملتها ممكن تزعجه وتثيره ويكون سلبي معي ومع الحوالي ومع أبوه مع أخوانه ومع أخواته الأمر الأول بلا شك على قائمة على رأس القائمة الصراخ المراهقون ينزعجون بشدة من الصوت المرتفع من الأب أو من الأم أو من الأصدقاء أو من الأقارب أو من المعلمين أو من الإدارات الصراخ بالدرجة الأولى يكرهونه الأمر الثاني وهو خطير كذلك الضرب وهو ممنوع ومحرم دوليا وتربويا وكليهما أنواع عنف خطيرة ومحرمة بالدرجة التالتة وعند بعض المراهقين في بعض الدراسات قالوا لا هذا أصعب إشي يعني محطوه في المرتبة الأولى لأنه خطير ومزعج إلهم اللي هو الانتقاد وصراحة الأم العربية بذات الأم والأب العربي مبدع للأسف للأسف في انتقاد أبناء اليافعين الانتقاد هو عبارة عن تعبير لفظي يظهر عدم الرضا أو عدم الإعجاب أو عدم تقبل سلوكهم إلو شكلين ممكن يكون شكل عنيف بصراخ وعصبي ليش أنت هيك ليش عملت هيك ممنوع وخطير ومزعج ويؤدي لسلبية أكثر عند اليافع واليافعة أو رحيم وهو كذلك خطير يا ماما الله يرضى عليك شو اللي أم تعمله طبعا ليش هيك حكيت هذا انتقاد مزعج للمراهق يقع في الدرجة الثالثة وزي ما حكيت البعض يعتبروا درجة أولى فالانتقاد اسحبوه أو قفوه تماما سواء كان مقارنة بالآخرين شوف ابن عمك شوف ابن تعمك شوف ابن تجران شوف ابن فلان مزعج مقلق يؤدي لسلبية أكثر عندهم أو كان مقارنة بالذات بنفسه يما الله يرضى عليك يا زلام السنة الماضية كنت فهمها ليش السنة هاي سورتيت السنة الماضية كنت بتفهمها ليش بطلت المقارنة بكليتها بالآخرين أو بالنفس متعبة مزعجة مقلقة بعدي فورا انتظري سلوكيات سلبية من المراهق أو المراهقة والأمر الخامس الخطير اللي بعض الأهل ما عم بنتبهوله اللي هو الازدواجية في التعامل اللي هي من عشر لتلتعشر سنة مرات بنعاملوا علي انه طفل دير بها لك مخاف بعد شوي صورت زلمة انت زلمة يا أخي احكي زي إزلام سلم زي إزلام هذا التمازج أو السكنية اللي احنا فيها في التعامل معهم انه مرة طفل ومرة صورت زلمة هذا كلام خطير وهون بدي أوصي اليافع بيحبش يكون طفل فنوصي الأباء والأمهات انه أرجوكم لا تعاملوا الأطفال المراهقين على انه طفل ولا تعاملوا على انه رجل أو أصبحت امرأة ناضجة أعطوهم الحقيقة أنت لست طفلا وأنت في طريقك للنضج يعني لسه ما صورت رجل أو لم تصبحي امرأة بالمقابل نحكي سريعا عن موضوع ما يحب المراهق وهذا أدوات مهمة جدا للأب والأم ومجتمع الكبار في التعامل مع المراهقين أو مع اليافعين الأمر الأول التفهم يجب أن يشعر المراهق أو المراهقة أو اليافع واليافعة بأنك وبأنك متفهمة لحاجاتهم النمائية فهمه هو قلق فهمه هو ليش ما عم باكل ليش هي عم بتفكر بإبن عمها كثير ليش هي شوية بتتراجع بدراستها لأنه عم بمر مراحلة جديدة فالتفهم مهم جدا بالأربع محاور اللي حكيناها في أول اللقاء الأمر الثاني الأمان يجب أن يشعر بقمة الأمان بأن نسحب الخمسة اللي حكينا عنهم الاصراخ والضرب والمقارنة والانتقاد والتعامل معه بازدواجية فالتفهم والأمان الأمر الثالث المسئولية يحبون المسئولية بشغف ولو كان بأمور بسيطة خلينا نشوف إيش بتنا نشتري بالله يحكي مع جدك رتب موعد معه مسئولية بسيطة بيحبوها هؤلاء اليافعين واليافعات والسر الخطير جدا الصداقة أربع أشياء آخرها الصداقة أنا صديقك طبعا صديق كيف بطلع عنه إياك أسبوعيا كل أسبوع مرتين على الأقل الأب مع ابنه والبنت مع بنتها أو الأم مع بنتها أو العكس بس إحنا نطلع بنحكي بنشرب قهوة بطلع عن مطعم تطلب أنت تشوف المينيو بتنديه باسمي بحكي معاك صديق أنت قريب من قلبي افتحوا الأبواب معهم بهاي الوسائل حتى نوصل لمرحلة يفاعة ومراهقة آمنة بتفهم وأمان وتحميلهم مسئولية وصداقة حينها راح لما يغلطوا راح يغلطوا بس راح يرجعوا لكم ورح يقبلوا التوجيه ما تحطوا بلوكات بينكم وبينهم بالخمسة اللي حكينا عنهم كل تحية لكم وإن شاء الله نلقاكم في المرة القادمة شكرا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة